ختمنا الجزء السابق وقلنا إنه بقى فيه كم جبير جدا جدا من الأطفال الأطفال سنن يعني مش مش الأطفال مجازا في الأطفال سنن والمراهقين ابتدوا يستخدموا في حواراتهم مع بعض ألفاظ فجة وشتايم وتجاوزات لفظية الحقيقة بينه وبين بعض وبياخدوا الأمور عادي خالص وقلنا إنه دي من الأشياء اللي إحنا لازم نتجنب فعلها أمام أطفالنا لأنه اللي بيحصل ده أكيد ده مراية للمجتمع اللي هم فيه وقلنا أو ختمنا الكلام بنقول لحضراتكم إنه إحنا لما بننطق لفظ وحش أمام أطفالنا دي بقى الجزئية اللي أنا عايزكم تركزوا فيها كمان قوي لما بننطق لفظ وحش أمام أطفالنا هم بيخزنوا في ذاكرته وهيبدأوا في تكراره بعد كده حتى لو إحنا نبهنا عليهم عدم نطق اللفظ ده تاني وأنا عشان كده عايز أقول كلمة للأباء والأمهات اللي بيشوفوا إن التصرفات دي مثلا مثلا يعني لو عملها ابن من أبنائهم فدي علامة على الرجولة المبكرة لا ده غلط دي علامة على إلة الأدب وعلامة على انعدام التربية وانعدام الأخلاق فانتوا دي حاجة ما تفرحش وتلاقي الأب بقى من دول قاعد فرحان ويتباهى ويقول لك بص الوقت بقى عيب كده بس هو في قرارة نفسه وتعبيرات وش وتلاقيه فرحان فرحان بإيه؟ فرحان إن ابنك قليل أدب إنه بيستخدم ألفاظ قليلة الأدب وألفاظ فجة وألفاظ قبيحة وسخيفة وهو من المؤكد إنه عمره ما هيعرف يستخدم الألفاظ دي مع حد أقوى منه أو عليه سلطة عليه أو كلام ده كله الألفاظ الخارجة سهل تعلمها وصعب جدا نسيانها على فكرة نسيان اللفظ السيء بيكون أسهل كل مكان الطفل أصغر في العضر طيب إذا افترضنا أن الكلمة السيئة اللي بيقولها الطفل ما كانش مصدرها البيت يعني أنتوا في البيت تمام وزي الفل بس مصدرها الشارع مثلا أو المدرسة أصحابه في المدرسة أو في المدرسة أو الأغاني أو المسلسلات أو الأغاني والمسلسلات بقى فيها ألفاظ غريبة جدا جدا وحاجات الواحد بيقض قدامها وبيقض يقول إزاي الحاجات دي بتعدي دي مش لغة حتى لو دي لغة موجودة لا ما هو نتجاهل ده ما هو دي مش لازم تبقى الواقعية يعني كان فيه قصة جدا يعني بسيطة عايزة أقولها لكو يعني كان فيه مخرج شهير جدا جدا في فترة الستينات والخمسينات اللي هو المخرج هنري بركات هنري بركات أظن شفته اسمه يعني الناس بقى اللي بيحبوا يشوفوا الأفلام الأبد والسود الجميلة اللي عملتها مثلا سيدة فتن حمامة أو أفلام كتير أو كان مخرج كده اسمه هنري بركات بس هو كان اسمه ينطق يعني هنري بركات تمام كان بركات ده لما بيعمل أفلام عن الريف كانوا دايما يتهموا يقولوا له إيه أنت بتطلع الريف شكله جميل قوي وده مش مفهوش واقعية فكان يقول لهم البيت أو المكان اللي في الريف فيه ممكن تكون فيه حشرة ماشي على الأرض صح؟ وممكن يكون فيه زرع جميل أو طائر واقف أنا عيني بتشوف الحلو أنا ما بخدعش حد بس أنا عيني بتشوف اللقطة الحلو فاهمين قصدي؟ فكلمة يعني لصناع المسلسلات والأفلام والحاجات دي كلها إن فيه حاجات كده في الناس تقول لك يا قصدي الواقعية السحرية لا ليه لا واقعية سحرية ما هو يعني ما هو الواقعية حاجات كتيرة أو ما فيه في الواقع برضو ناس بتخجل الحقيقة وناس ما بتتكلمش بألفاز كده وفكرة إن إحنا نربط ده بقى بطبقة اجتماعية معينة ده شيء في منطقة الخطورة أصلا يعني لأنها في الناس اللي مش بيمارسوا هذا السلوك من نفس الطبقة بيعتقدوا إن دي علامة تمييز ليهم يا فلوها لازم أتكلم كده عشان أنا بنى الطبقة الاجتماعية دي غلط غلط يا جماعة ترجمة نانسي قنقر